بعد السنين دي كلها لسه في حكايات لسه في قصص الحكاية كلها لم تكتامل لم تروى بشكل كامل عن أعظم إنجاز قدمه المصري أو الشخصية المصرية إيه الجانب الذي لم يروى حتى الآن في أكتوبر؟ شوف حضرتك زي ما بدأت أن التوصيق مهم جدا لكن على الرغم من أن النهار ده 51 سنة على نصر أكتوبر إلا أن أكتوبر ما زال فتيا ناضجا يشي بكثير من الأسرار والحكايات عن بطولات مش بس العسكريين من أبناء القاتل المسلحة خلينا نقول أن صناعة أكتوبر صناعة مصرية خالصة 100% من قرى ونجوع وكفور وحارات وشوارع مصر بالكامل وما فيش بيت في مصر إلا وعنده صورة شهيد أو شهادة يعني مصاب أو وسام من القوات المسلحة كأي أن كان درجة هذا الوسام أو النوت أو بطل يحكي لأولاده وأحفاده عن أكتوبر وأهل أكتوبر أهل أكتوبر مش بس العسكريين أهل أكتوبر هم مصر كلها عموم مصر زي ما اتفقت مع حضرتك قبل البرنامج أن أهل سينة لو اتكلمنا عن مرتكز مهم جدا وهو سيادة الرئيس لما قال اتأخرنا كتير عن سينة ويقصد إحنا نون الجماعة هنا كانت لكل المصريين 30 سنة 40 سنة كنا بعيد عن سينة كتير فكرنا في تعميرها وبناءها وتنميتها ولكن هذا القرار لم يخرج إلى حيز التنفيذ إلا في العشر سنوات الماضية الأخيرة فقط النهاردة إحنا عندنا مرتكز مهم جدا وهو بناء وتنمية سينة تمام موجود عندنا مرتكز مهم تاني ننطلق منه وهو بداية بناء الإنسان وعيا وفكرا ووجدانا هذه المبادرة الرئاسية أنا أظن أنها تعي في البداية بناء وجدان هذا الإنسان هذا المواطن المصري الحفاظ عليه وتحصين وعيه ووجدانه وصياغة وجدان وطني يعني يعتمد على القيم المصرية الأصيلة عايز أقول أن هنري جيمس بريستد لما تكلم عنه طبعا في رائعته فجر الضمير لما تكلم عن أن الأخلاق عرفها المصريون وهم أول من ساغوا أنسق الأخلاق للمصرية وكثير من المؤرخين هيرودوتس لما تحدث أن التاريخ يكتب من مصر مصر على مدار تاريخها كان فيها عنصر مهمين جدا عنصر المقاومة للحفاظ على البقاء وعنصر البناء للتحضر والارتقاء كما بنينا سيناء علينا أن ننصف أهل سيناء أكتوبر في أحد الجوانب اللي لم يعلمها العديد أو المعظم خاصة من الأجيال الحالية وهي أن أبطال أكتوبر منهم سيدات ونساء وأطفال وشيوخ وشباب من أهل سيناء المصريين من أهل سيناء خلينا نقول كده خلينا نقول أن هذا الجزء المهم جدا وأنا لا أعيب سيناء شمال سيناء فقط لكن سيناء الجزيرة أو شبه الجزيرة هي 61 ألف كيلومتر مربع هي شرق بورسعيد بورفؤاد عندنا شرق الإسماعيل الأنطارة شرق شرق السويس الجنائين كل سيناء شمال سيناء وجنوب سيناء هذا المكون الجغرافي كان أهله أول من سدد فاتورة الدم دفاعا عن هذا الوطن في كل معارك مصر بدءا من طرد الهكسوس في معركة أحمص إنما لما نتكلم في معارك العصر الحديث من 48-56 في 67 كتير جدا من أبناء سيناء تجندوا في الحرس الوطني دفاعا عن مصر والمصريين بالكامل دون أن يعبروا حتى قناة السويس ويعرفوا وادي النيل ودلتاه وصعيدها وسواحل شمال مصر ما يعرفوش عموم أهل مصر لكنهم دفعوا واحد زي السواركة لما كلمني محمود السواركة نقصد به بيقول لي أنا ما عرفتش نيل مصر إلا وأنا في معتقل أشكلون كان كتير من الزباط والمجندين اللي صهينا يتكلموا عن لازم نروح النيل ولازم ناخد النيل النيل العظيم بتاعك وده إحنا لازم ناخده فقالهم أنا ما شربتش من النيل وأول ما هرجع مصر مش هترجع مصر لهم هرجع مصر